بثانوية سراف المختلطة بترابلوس تعرضت غنى وزميلاتها من استاذ صف التربية الوطنية لتحرش متواصل كل السنة كبرت القضية رفعوا التلاميذ شكاول الإدارة وصار في تظاهرات قدام المدرسة شفتناها على وسائل التواصل والإعلام من الأهالي والتلاميذ ولكن شو قال المدير وينه الاستاذ اليوم وشو كان حكم القاضي باستقبل غنى ضناوية بنت السبعة عشر سنة من هالثانوية تفضل غنى غنى ضناوية أهلا وسهلا فيك أهلا فيك بالستوديو فوق 18 غنى أنت تعرضت للتحرش من استاذ أنت كنت أول تلميذة بالمدرسة بتحكي عن القضية بتشجيع من والدتك صح خبرينا كيف بلشت القصة كان الاستاذ جل عنا أول ساعة كان طول وقت عم بيقرب على البنات ويعمل حركات كيف يعني يعمل حركات يعني بنت مثلا على اللوح عم تكتب ومسك الكتاب بإيدها نعم فبتجي من وقت بيجي هو من وراها بيعبطوا أنه هو عم بيدلة على الكتاب أدام التلاميذ الباقيين بنات قاعدين مثلا يا نحلة يا فراشة يا حب طول وقت هيك بحكينا بتاني ساعة جال عنا فيها كتير صار أشياء محلوة وفي بنا تسبة شو يعني أشياء محلوة؟ في بنا تسبة كمان قاعد على البيرو وقالنا أنتو بتكن صوري قالنا بتكن سرمية تدعس على راسكن لأنه عم نردله شوي لأنه هو يعني حاول يقرب على كتير بنات وين كان عم بيحاول يقرب خلال الحصة؟ وحتى في زبدياتي اكزامبل مثلا في صف مثلا أنا نمت معك ومعك ومعك وصار هيك وهيك وهيك زبدياتي اكزامبل يعني مثل أنه هو ميرس الجنس مع بيقول أنا نمت معك ومعك ومعك وبيكمل حكي عادي طلبنا منه إذن لحتنا نروح عند النازرة لأنشكيم ما سمح لنا هو راح قلنا للنازرة قالتنا نكتب رسالة للمدير كتبنا رسالة للمدير والمدير ما عمل شي للموضوع خارج الصف شي مرة تحرش بتلميذي من تلميذه صراحة ما بشوفه برات الصف بس حسب ما بعرف هو بيروح ايفنتز كتير وناسبات وعلى جمعيات وهيك فبيقرب على صبايا ونسوان مثلا إذا عنا مسابقة بدو يبروم بالصف لحتى يرقبنا بيحط إيدوعة كتف وحدة بيطلع فيها بيبتسم ابتسامه مرعبة نظرته كتير مرعبة يعني لك أنت تحس أنه هيدا السلوك غير طبيعي لأنه ما في شخص ما في إنسان طبيعي بيقرب عليك يعني بيتعدى الزون طبيعيتك اللي أنتي مسيحة 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 الشخصية مسيحة الأمان صح ما معلو الحق يتعدىها أبدا أنت كنتي أول تلميذة غناء بترفع الصوت أنتي وصبيتين وبتشجيع من الوالدة أنت رح تخبرتي أمك وقتا وشو كان ردة فعل الوالدة كانت تقلي أنه أنتبه منه ومقرب عليه ولا أحكي معه كمال ما يتعرض لي ووقت صارت متل ما قلت ليك بالصف كتير صار أوفر قلنا للمدير والمدير ما عمل شي فنزلت البوست وقتا وين نزلت البوست وقتا وشو كتبتي؟ على الفيسبوك كتبت شو عم بيصير بالصف وكتبت شو بيعمل مع البنات نعم كتبت فيها كل شي وكتبت أنه الإدارة ما عم تعمل شي نعم شو صار هون؟ تحرك الإعلام طبعا صح صح وكان نهار جمعة وقت نزلت البوست نهار السبت تاني يوم بيطلبني المدير نعم وبيبهدلني ليه؟ لأنه نزلت البوست وهددني أنه بدو يرفع دعوة ضدي دعوة شهير بالسنوية بالأستاذ بس أنا مخفت أنه ماني ذاكرة لا اسم السنوية ولا اسم الإدارة إنه اسم حدا من الإدارة فهون بهدلني وطلب أهلي قال لي مفود بالأهلي فهد أنه كل تلميز توحدوا معي ومفتنا كلياتنا وعملنا وقتها مظاهرة هون نعرف اسم الأستاذ سامر المولوي سامر المولوي ونعرف اسم المدير ونعرف اسم الثانوية شو صار؟ نعرف نحن أنه سامر المولوي وحيل إلى القضاء صح بعد تحرككم وقت صارت القصة وقت صارت المظاهرة نعم أجت وزارة التربية بس ما غيرت شيء حسب ما بعرف إنه وقفوا عن التعليم نعم بس غيرونا المدير بعدين رفعنا على دعوة بسلك القضاء يعني نعم لأوين وصلتوا؟ وصلنا وقت وقفوه كان هو مسافر يمكن وقفوه وحكموا عليه بعد جلستان ثالث جاسة طلع فيها الحكم إنه هو هيدا أهمى الوظيفة من هو تحرك جنسي حكموا له بعشرين يوم حبس هو كان محبوس دجاه شهر فطلع وين الأستاذ هلا حاليا؟ عم بيش حياته عادة عم بيمارس مهنة التعليم؟ لا مبحث نعم والمدير وين؟ مدير يمكن أستاذ بسنوية تانية بالقضاء شو سألوكم وليه وصلوا إنه هيدا الشيء من هو تحرش؟ شو بيعمل بالصف؟ إنه أسئلة عادية وكمان سألونا شو منلبس شو بتلبسوا؟ اي شو منلبس بالصف لحتى يحطوا له مبرر شو بتلبسوا أنتو؟ مريول لتحت الركبة أو فوق الريبيب شوي يكون هو تنورة ومن فوق يعني شميس طويل نلبس عادة حتى ممنوع نلبس دايير ليه برأيك سألوكم شو بتلبسوا؟ لحتى يحطوا له مبرر إنه حسب لبسناه هو تحرش فينا حسيتوا بمحل ما إنه القضاء متعاطف معه أكتر منكم؟ إنه أكيد يعني ما عملوا له شي إنه شو حيعمل له الشهر هو حيتعلم إنه ما يقرب على تليميز صار شي مع صديقة من صديقاتك من مع القادة بالمحكمة سؤال معين؟ كان في بنت عم توصف له شو بيصير يعني مرة كانت ممكن عم تتسجل أو شي وعم تسلم على الأستاذ وشتدل عقيدة وبتسم له بطريقة مثل ما قلت لك إنه ما أنا مريحة فعم تمثل له هالشي للقاضي وقالت له ومسكت إيده سلمت له وصفت له كيف وسألته أنت مرتاح عم القاضي بتسم له وقال له إنه أنا كتير مرتاح يعني ما نوأخذ الموضوع بجدية أبدا نعم وحتى هو يمكن يكون متحرش كيف عم يمسك إيده وبتسم له أنه شكرا لقالك غنة عم